إذا أردنا أن ننظر بشكل علمي ومنهجي للسبب أو المتسبب في هذه الظاهرة أنا أختلف مع كل أجوبة الشباب الله يشتر تفضل جهز الرد أنا أعتقد أن الموضوع سببه لا الجماعات الدينية ولا الجماعات العلمانية لا الدين ولا العلمانية أعتقد أن السبب هو السبب الثقافي والاجتماعي في مجتمع ما فإذا كان الثقافة مجتمع ما وإذا كان مجتمع ما مكون ومشكل عقليا ونفسيا وفكريا على رفض الرأي الآخر فإذا كان المتدين هو سيكون رافض وإذا كان علماني سيكون رافض وإذا كان هذا المجتمع في ثقافته وبنيته وتكوينه يعني قابل للرأي الآخر لديه الحد الأدنى من المرونة عند ذاك سيكون المتدين مرنا وسيكون العلماني مرنا الله الله يعني تريد أن تقول دكتور أن الأصل فيها أسباب ثقافية ونفسية فلما يتقمصها هذا الشخص هو نفسه فإذا تقمص دور المتدين مارس نفس الظاهرة بمرقعية الدين أو الاستناد على الدين وإذا كان علمانيا والمتدين يسندها بآية وحديث وقال فلان وقال فلان والعلماني يسندها بقال فلان وفلان والشيوع يقول قال ماركس ولينين يعني يأتي له يحشد المستندات التي تؤيد ففي الحقيقة أنا أعتقد أن المشكل ثقافي واجتماعي وليس مشكلة دينية شكرا لك دكتور شكرا لك